الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دي قصة من القصص العجيبة التي تدعو الناس لصلة الأرحام كان هناك إمام مسجد أو خطيب مسجد دعا صديقه لكي يلقي قلمة في مسجده تحت عمارة كده ومسجد صغير فقال له أنا عايزة تقول لي كلمتين يعني هو كلمة كلمة فالراجل رحب بذلك وذهب وقيت كلمته عن صلة الأرحام يعني تكلم عن موضوع صلة الأرحام وكان عدد المصلين الأعدين تمانية في المسجد فقط وكان هناك رجل كبير في السن وبعد انتهاء الكلمة دعاء للرجل الكبير ده دعا هذا الصديق الخطيب وقال أنت قلت الذي لا يصل أرحام ملعون من الله وسائر أعماله الذين يتهمون خصومه وقطيعة بتهم خصومه وقطيعة ماشي فقال الرجل قال نعم يا والدي قال لي تسع سنوات أنا في قطيعة مع أخي لا أزوره ولا أكلمه فهو عطاله موعد بأن يذهب معه بعد يومين ويذهب معهم بعد المصلحين لأخيه في اليوم المحدد اتصل به فقلت لا تنسى موعدنا بإذن الله يا والدي قال والله ما جاءني نوم تلك الليلة واليوم الثاني في الصباح وذهبت إلى بيتي أخي وقابلته واعتذرت منه وتم الصلح بينهم وعزمني على وجبة العشاء اليوم عنده بمنزله فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل قاطع رحم كي بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال ابن آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل قاطع رحم أقول قولي هذا واستغفر الله ولا أكبر